امنياً العين مجدداً على بعلبك المنطقة يلي دي أهلاً ذرعاً من السلاح المتفلت بين أيدي الخارجين عن القنون مطلوبين ما بيحسبوا أي حساب لمنطق الدولة فمن بعد الحملة الأمنية السابقة للجيش اللبناني على حيل شرعونة وملاحقة أسماء كبيرة بعالم المخدرات تصدرت منطقة دار الواسعة اليوم الأخبار من بعد عملية دهم للبلد بتغريدة عبر الحساب الرسمي للجيش اللبناني على موقع تويتر أعلنت إيادة الجيش أنه قوة عم بتنفذ عمليات دهم ببلدة دار الواسعة البقاء بحثاً عن مطلوبين بجرم تجارة المخدرات وسرقة سيارات وإطلاق نار على الجيش وفي حين أكدت تغريدة الجيش الأولى أنه قد حصل تبادل لإطلاق النار من دون وقوع أي إصابات إلا أنه إشاعات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى احتراق آلية عسكرية وسقوط شهدان وأربعة جرحة للجيش نتيجة كمين واشتباكات مما دفع بالجيش اللبناني لنشر تغريدة تانية نفت من خلال الأخبار يلي جرى تدولها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حاول احتراق آلية عسكرية وسقوط جرحة أثناء عمليات الدهم بدار الواسعة ودعت إيادة الجيش لتوخي الدقة والعودة لبيانات الجيش الرسمية قبل نشر أي خبر بيتعلق بالمؤسسة العسكرية مصدر أمني أكد عبر الـ OTV أنه لا مساومة في الأمن ولا مهيدنة مع المطلوبين مهما كانت اتهم والجرائم المرتكبة فأمن المواطن خط أحمر كما الاستقرار حتى لحظة إعداد التقرير المعطيات بتأكد عن تمكن الجيش من توقيف مطلوب صورة الجنسية خلال مداهمات دار الواسعة المصدر شدد على أنه ليست المداهمة الأولى ولن تكون الأخيرة لمكافحة تجارة المخدرات وسرقة السيارات كما خطف المدنيين وترويع الأهالي وقد سبق أن دفع الجيش اللبناني دم وصاقت لإله شهدى بمعركة محاربة هيد الإفات الخطيرة بسياق متصل لابد من الإشارة أيضا إلى أنه يوم أمس أوقف الدورية من مديرية المخابرات المواطن عين جيم الملقب بعلي شدية على طريق عامب علبك وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لأقدامه على إطلاق النار باتجاه دورية وحاجز للجيش وتورطه مع آخرين بخطف الطفلين السوريين مهند وغالب ماجد عروب وكان المطلوب قد حاول الفرار بسيارته لدى وصول الدورية وبرفقته مطلوب سوري الجنسية وأطلقان نار على الدورية أثناء المطاردة فرض عناصرة بالمثل ما أدى لإصابة المطلوب ومقتل السوري حيث تم نقل المطلوب لأحدى المستشفيات من أجل المعالجة وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص ترجمة نانسي قنقر